السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أصدقائي على قناتكم لتعلم اللغة الفرنسية بالنسبة لجواب الدرس السابق قبل أن أبدأ درس اليوم أصدقائي أدعوكم للشراك في قناتي الثانية لتعلم اللغة الإنجليزية من السفر قمت بإنزال يوم أول درس ستجدون رابط القناة في أسفل الفيديو وكذلك في أول تعليق ستكون إن شاء الله دروس مبسطة بشكل سهل جدا لتعلم هذه اللغة تمنى أن تشاركوها مع أصدقائكم حتى تعم الفائدة على الجميع أما بالنسبة لدرس اليوم فهو عبارة عن مجموعة من الجمل والعبارات التي نحتاجها في حياتنا اليومية حتى لا أطيل عليكم لنبدأ لإكسپرسيون جي دو مال كمبراندر جي دو مال كمبراندر تعني يجب أن أكون قد أسأت الفهم جي دو مال كمبراندر جي دو مال كمبراندر أما إذا قلت جي دو مال كمبراندر جي دو مال أكمبراندر تعني شيء آخر وهو أجد صعوبة في الفهم جي دو مال كمبراندر الآن دورك عزيزي المشاهد كيف أطرح هذا التساؤل أقول أنت تريد رؤيتي؟ نعم تريد رؤيتي؟ تريد رؤيتي؟ تريد رؤيتي؟ تريد رؤيتي؟ تريد رؤيتي؟ الآن إذا أردت أن أقول لم يكن لدي شهية؟ نعم نعم الآن إذا أردت أن أقول هذا قطع شهيتي يعني حبس نفسيتي على الأكل كيف أعبر عن هذه الجملة؟ نعم أحسنت سما كوبي لأبيتي سا ما كوبي لأبيتي سما كوبي لأبيتي عبارة إل أس لز إبال إل أس لز إبال كما ترون في الصورة يعني يهوزو كاتفايه إل أس لز إبال الآن إذا أردت أن أضيف على هذه الجملة يهوزو كاتفايه عندما أتحدث معه يمكنك توقف الفيديو عزيزي المشاهد للتفكير في الإجابة؟ أبدا هنا في هذه الجملة أتكلم عن الماضي لم أعرف ماذا أقول نعم أحسنت أحسنت نعم أحسنت نحن نع trás نحن لن نعرف أبدا ما يمكن أن يحدث فكر قليل روباي نعم أحسنت On ne sait jamais ce qui peut arriver On ne sait jamais ce qui peut arriver Répète avec moi On ne sait jamais ce qui peut arriver Une autre expression C'était fascinant C'était fascinant C'était fascinant C'était fascinant Maintenant, si tu veux dire Qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui se passe ? نعم Que se passe-t-il Que se passe-t-il Maintenant, si tu veux dire On ne sait jamais ce qui se passe D'accord Je veux dire que tu veux dire C'est un peu qu'un C'est un peu D'accord Bon, c'est bon يعني أردت أن أقول لشخصين ما أن يحاول المشي على السلاليم عفوان المسعد حاول اللات أخوض المسعد Oui, très bien Essaye de ne pas prendre l'ascenseur Essaye de ne pas prendre l'ascenseur Répète avec moi Essaye de ne pas prendre l'ascenseur جملة أخرى هذا ليس ما قصته على الإطلاق كيف نعمل عن هذه الجملة أظن كنا قد رأيناها سابقا لا بأس نذكر بها أصدقائنا الجدود Oui, très bien Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire Répète avec moi العجلة Pourquoi se précipiter Répète avec moi Pourquoi se précipiter الآن أصدقائي وصلنا إلى سؤال التمييز وسؤال اليوم يقول لا تتسرح في قراراتك كيف نعمبر عن هذه الجملة أدعوكم أصدقائي لا تتسرح في قراراتك إلى اللقاء إن شاء الله والسلام عليكم تسرح في قراراتك تسرح في قراراتك تسرح في قراراتك